أهلا بحضراتكم ستين سنة دراما من أجل هذا العنوان منذ قليل انطلقت فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما وهذا المهرجان مقام في مدينة العالمين الجديدة وسط أجواء من البهجة حضور كبير للفنانين ونجوم الدراما المصرية في المقدمة الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان وهذه الدورة بتقام تحت عنوان ستين سنة دراما احتفال بمناسبة ستين عام على إنتاج إذاعة أول عمل درامي مصري حفل الافتتاح هيحيي الفنان تامر حسني وتفاصيل كتيرة الحقيقة زي ما انتم شايفين الفنانين موجودين زي ما هم على الريد كاربت وطبعا يعني العالمين تتقلق اليوم بمهرجان الدراما وده حاجة جميلة دورة استثنائية أكيد رائعة